السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وناكو خليم من قناة تك ابسكيل في فيديو اليوم رح نشوف كذا طريقة لحل مشاكل بدء تشغيل وندوز 10 و وندوز 11 اللي بتكون معها شاشة زرقة وشرح عن الخطأ وفي حال كنت بدوانة الاصلاح التلقائي او لما يظهر لك الخطأ لم يبدأ جاهز الكمبيوتر الخاص بك بشكل صحيح او حتى مشكلة اصلاح بدء التشغيل لما يتمكن من اصلاح حاسوبك تبع الخطوات اللي بفيديو بالترتيب وان شاء الله المشكلة رح تنحل عندك وهلأ يلا نشوف رح نبتدي باول شاشة الزرقة اللي هي start up refer for not repair your pc لما تظهر لك رح تضغط على advance option وتختار troubleshoot وبعدين advance option ورح نختار command prompt لما تظهر شاشة command prompt رح نكتب هالاوامر وكلها رح تلاقيها بوصف الفيديو اول امر رح يكون bootrec.exe على reveal psd نكتب الامر الثاني bootrec.exe على fixmbr الامر الثالث bootrec.exe على fixboot واحيانا يظهر ان الوصول ممنوع اكسس دينايت نكتب الامر الرابع bootsect على nt60 مسافة sys ونرجع للمكتب الامر bootrec.exe على fixboot وبعدين نكمل بالامر الخامس dism مسافة على online مسافة على clean up image مسافة على restore health وهذا الامر ممكن ياخد شوية وقت لا يخلص وبعدين نكتب الامر السادس مسافة على scan now وهذا الامر ممكن ياخد شوية وقت لا يخلص ونكتب الامر السابع chk dsk مسافة على r c نقطين وتغير الحرب c في حال النظام كان عندك على قرص ثاني ونضغط على continue ونشاء الله بيكون اشتغل ومشي حالة في حال ما مشي الحال واستمرت رسالة الخطأ ممكن نضغط على troubleshoot وبعدين advance option وبعدين start up settings راح تظهر عندنا هالقائمة راح نختار منها رقم 8 disable early launch anti malware protection واللي بتاني ايقاف الحماية اللي بتشتغل قبل ما يدخل كنبوتر على الويندوز ونضغط على الويندوز بالمرحلة الاولية من عملية تشغيل النظام لمنع البرامج الضارة الوضع العادي للنظام التشغيل ينفذ اجراءات حماية من البرامج الضارة باول مراحل الاقلاع ومع طاطيل هاي الميزة نقدر نتجاوز هاي الحماية حتى نقدر نحلل او نصحح هاي مشكلة تتعلق بالحماية من برامج ضارة مثلا او مثلا برنا مش سبتنا وعملوا المشكلة فهي المرحلة راح تقدر تحسبه طريقة الثالثة كمان ثم نقدر نضغط على الترابل شوت وبعدين ادفانس اوبشن وبعدين ستارت اوب ستينكس راح تظهر عندنا هالقائمة راح نختار رقم تسعة واللي هي بالعادي لما مشكلة او خطأ بصيروا بيخلي النظام ما يشتغل فالنظام بعيد التشغيل تلقائيا ومن دون ما يعرض رسالة الخطأ استخدام هالاعداد راح يخلي النظام واقف بحالة الفشل بدون يععد التشغيل واللي بيسمح لك تشوف رسالة الخطأ بتحلل من شكله قبل ما تعيد التشغيل يدويا الطريقة الرابعة راح نضغط على ترابل شوت وبعدين ريسيد تس بي سي وهي بتعني استرجاع النظام لحالته الاساسية عن طريق حزف ملفات النظام ويعادة تنزيله والخيار هدا مهم كيبيور فايلز من يحتفظ ملفاتك بالجهاز وبس يحزف النظام والبرامج والاعدادات والخيار الثاني هو ريموب ايبريسين وهذا الخيار راح يحزف كل شيء موجود بالجهاز ويرجع الجهاز فاضي وفي نظام بس الطريقة الاخيرة شوين ما تقدمه بس نفع مع هذا الخطأ بتصليح هذا الخطأ بتحتاج فلاشة وعليها نظام ويندوز طريقة عملها بسيطة بتكتر تشوف باليوتيوب موجود كتير فيديوهات بعد ما تعمل اقلاع من الفلاشة راح تدخل على صفحة نزيل الويندوز ورح تختار وتختار تربل شوت وبعدين ادفانس اوبشن ورح نختار كماند برو رح نكتب ديسك فارت وبعدين انتر نكتب نكتب لست ديسك وهون رح يصارنا الاقاصر موجودة بالجهاز باغلب الاحيان ديسك صفر هو قرص النظام رح نكتب سيلكت ديسك زيرو وبعدين انتر نكتب لست فول وهالامر بيظهر تقطيعات القسم رح نختار قسم واللي بتعارفه لما تلاقي حجمه 100 ميجا ويكون نظام الملفات فات 32 واللي هون عندي رقم ثلاثة ونكتب الامر وبعدين رح نعين حرف لهالقرص بهالامر بيساوي نقطين وبعدين رح نعمل رح ندخل على القرص بالامر نكتب هالامر على رح تظهر رسالة التأكيد نختار وبعدين رح نكتب هالامر بي اس دي بوت سي نقطين على ويندوز مسافة على اس مسافة في نقطين على اف يو اي اف اي وبعدين بنسكر ويت ان شاء الله بكون حالة مشكلة واشتغلوا النظام بتمنى ان الفيديو حل المشكلة لا تنسى ندعموا بلايك بشارط مع اصحابك وان هون بتلاقي فيديوهات اكتر لحل مشاكل ويندوز وميشوفكم في فيديو جديد السلام موسيقى 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 موسيقى